السلام عليكم طلاب السادس الإعدادي طلابنا وطالباتنا الأبطال اليوم عدنا درس من دروس قطع الكتاب هاي القطعة الخاصة باليونت ثري اسمها التايتل مالتها العنوان كومفرنس انتبرتر مترجمة المؤتمر أو مترجمة المؤتمر على اعتبار مترجمة المؤتمر على اعتبار هي مترجمة اللي هي سميرة المحمود وترجمة المؤتمر كومفرنس انتبرتر هاي الكتابة البالأزرق هذا السؤال والكتابة البالأحمر جواب ماذا يعني أو ماذا يقصد بالعمل باستقلالية ويركينج فريلانس معناها العمل باستقلالية شنو يقصد بيويرك وين يوونت العمل باستقلالية يويرك أنت تعمل وين يوونت عندما تريد لأجل المؤسسة التي تريد أن تعمل لها لماذا يجب على المترجمين أن يقرؤون الصحف أو الجرائد ليش المترجمين أو المترجمون لازم يقرؤون الصحف أكيد حتى يحصلون معلومات عامة من التو يبدو الجواب ليمتلكوا معرفة عامة جيدة وليعرفوا ما هو يستمر أو ما هو يجري ماذا يجري ماذا يجري ماذا يجري ماذا يجري خاف مواضحة في العالم سميرة قرأت حول موضوع النفط لأجل أنها جاية بشكل فراغ ليش قرأت حول موضوع النفط فراغ تكون على معرفة مع المفاهيم التقنية تكون على معرفة بالمصطلحات التقنية نمبر فور كيف تكون إذا هناك مترجمان يعملون سوية في نفس الكشك أو في نفس المحل أكيد راح تكون أقل تعب أقل إجهاد الجواب عيوني بس اللي أشر جوا خط اللي هو راح يكون أقل تعب أقل إجهاد 5 المميزات المميزات أو الخصال المميزات الأكثر أهمية المميزات الأكثر أهمية لدى المترجم الجيد الخصال أيضا لدى المترجم الجيد remain calm under pressure remain calm يبقى هادئ اندر براشر تحت الضغط هذا واحد الثاني بي ايبل بي ايبل اول وحده اعيدهن ريمين كالم اندر براشر يبقى هادئ تحت الضغط ثاني وحده ثاني فراغ اقصد هي نفس الفراغ لكن تكمل امارتها الخصال بي ايبل اطلال يكون قادر to think to think fast هاي تيه بالبداية ما واضحا شوية راحه بالكبس T.H.I.N.K. to think fast ان يفكر بسرعة number 6. a good interpreter المترجم الجيد follows the news يتابع الاخبار اكيد من قال اللي follows the news يتابع الاخبار 100 بالمية true هاي true false and is well informed ومطلع جيدا على عدة مواضيع لماذا لا يجب على المترجم أن يقضي الوقت بالتفكير لازم المترجم لا يصفن لا يفكر لماذا يقصد لا يبقى بس يفكر بكلام فقده بسبب لماذا يفكر بالكلام اللي يفقده لأنه إذا فعل هذا إذا بقى بس يفكر بالكلام اللي يفقده ممكن الجواب بس نقول سوف يفقد بقية الكلام number 8 كمية النقود مبلغ النقود التي المترجم يحصل عليها depends on تعتمد على فراغ هنا الفراغ هو أقصد الجواب who you are working for يعني العاقل who you are working for من تعمل له العاقل اللي أنت تشتغل إلي هذا واحد بعد علي من يتعتمد الفلوس اللي يتحصل هاي الراتب اللي يتحصل أنت كم ترجم and how many of you are working وكم عدد العاملين number 9 التاسعة هاي وزارية سميراز active language لغة سميرة النشطة active النشطة أو الفعالة is Arabic 100% لأن هي عربية أصلها number 10 العاشرة what is سميرة المحمود ما هي سميرة المحمود هنا راح نقول a conference interpreter a conference interpreter مترجمة مؤتمر 11 true false freelance means freelance العمل باستقلالية هاي اللي هي أول واحدة مرت علينا freelance freelance يعني العمل باستقلالية means يعني أو يقصد people الناس who can't bear الذين لا يتحملون to be away أن يكونون بعيدين from the office عن الدائرة for more than لأكثر من a few hours ساعات قليلة هاي الهارز خاف ما واضحة هنا H بدايتها H ال H هنا silent صامت H O U R S hours ساعة أكيد F ليش أكيد false خطأ ليش لأن هاي اللي freelance تعريفها you work when you want أول واحدة خدناها بالقطعة وهذا مو تعريفها people who can't bear مو تعريفها هذا المية بالمية false number 12 to train us in temperature لتتدرب كمترجم you must get a degree يجب أن تحصل على شهادة ان فراغ شهادة وين انجليش ان فراغ بها فراغين post graduate diploma post graduate diploma يعني شهادة عليا أو دبلوم عالي بمن في الترجمة ان شاء الله ما اتعبكم هالخطأ بسيطة اسألتها قليلة اجي الى number 13 13 what are the qualifications ما المؤهلات qualifications of an interpreter لدى المترجم عيوني هاي نفس النقطة رقم 12 لكن رقم 12 جاي بشكل فراغ وهي جاي بشكل سؤال what are the qualifications ما المؤهلات of an interpreter لدى المترجم get a degree in english يحصل شهادة باللغة الانجليزية أي وحدة من المؤهلات post graduate diploma وديبلوم عالي in interpreting في الترجمة number 14 الاخيرة الارباطاش the course in the course الفصل الدراسي in conference interpreting في ترجمة المؤتمر was very easy سهل لو difficult صعب 100% difficult مرة اجت بشكل فراغ قال the course in conference interpreting was very فراغ لازم نحفظها نقل difficult كان صعب لاني مرادفات موجودات في كتاب activity book التمرين البي صفحة 74 yearly annual معناها السنوي things اشياء you put تضعها over your ears فوق اذنيك لتستمع بشكل خاص هادفونز سماعات الاذن ثري the box like room صندوق يشبه الغرفة او مكان يشبه الغرفة where interpreters work حيث المترجمون يعملون بوث كشك او محل فور in a difficult situation بموقف صعوب underbrusher تحت الضغط number five give an idea of the meaning يعطي فكرة للمعنى convey the sense ينقل المشهد او ينقل المعنى six wanted unneeded مطلوب in demand تحت الطلب يعني مطلوب او يعني يردو يعني علي الطلب unemployed خارج نطاق الوظيفة out of a job خارج نطاق العمل اكو true false عيوني على هاي القطعة قطعة ساميرا conference interpreter مترجمة المؤتمر true false موجود في كتاب الطالب صفحة 33 ان شاء الله من اقولكم بالاشياء المهمة في كتاب الطالب ايضا هذا احل موجود صفحة 33 هذا فوق القطعة يصير القطعة هي موجود في صفحة 33 فاكو تمرين فوقها هذا true false على قطعة ساميرا المحمود ان شاء الله من نوصل لكتاب الطالب بالاشياء المهمة في اليونت 3 رح احل لكم واتمنى لكم التوفيق good bye ترجمة نانسي قنقر